هالو معينا فايندا كيفكن ان شاء الله تكونوا بخير اليوم رح يكون درسنا الثالث بالمستوى A1 وبيدي ارجع اذكركم بالميزة الجديدة يلي هي انو صار فيكن تتفاعلوا وتشاركوا بالدروس عن طريق الانستجرام اليوم رح نحكي عن الحروف المركبة في اللغة الالمانية طبعا قبل ما بلش بالحروف المركبة بدي اشرح لكم ووضح لكم شو بقصد انا بالحرف المركب الحرف المركب باللغة الالمانية هو عبارة عن حرفين او ثلاث حروف مجموعة ومرتبة بشكل معين بتعطيني نطق هو صوت جديد مختلف عن صوت كل حرف لوحده رح وضح لكم هالمثال باول حرف مركب عندي يلي هو حرف الف متل ما بنعرف حرف البي بالالمانية بنلفزه ب وحرف الهو بنلفزه ه طيب اذا هدول حرفين اجوا بهذا الترتيب انتبهوا منيح الترتيب تمام بي ها بتلاسقين وبهذا الترتيب شو بنلفزهم مع بعضهم في في فا بالعربية مثل كلمة فوتو فوتو منتبهين منيح؟ فوتو راح تلبي وراح تلها انتبهوا منيح فوتو انا متأكدة انه كتير من الطلاب رح تمسد كتير على الحروف المركبة لدرجة انه ما ترجع تشوف درس جديد لا بحب شجعكن وإلكون اذا ركزتوا منيح بالدرس وشاركتوا بالتدريبات تفاعلتوا معها مو بس كتابة ولا قراءة لازم يكون صوت رح تحبوهن للحروف المركبة كتير ورح تتعرفوا عليهم اول ما تشوفوهن وصيروا يطلعوا معكم بشكل عفوي وتلقائي تماما اذا رح نبدأ اول حرف رح ناخده اليوم بالدرس من الحروف المركبة اللي هو او او حرف الا مع حرف الاو بهذا الترتيب او منلفز هون او بالعربية مثال اوخ اوخ منتبهين على اللفظ اوخ رددوا معي كتير ضروري ترددوا معي بصوت واضح اوخ وكلمة باوخ معناها البطن باوخ اوخ باوخ هذا سهل طيب اللي بعده خلينا نشوف اي مع او شو بيعطيني صوت بيعطيني صوت اوي اي مع او اوي الف مضمومة ويا بعدها اوي اوي مثال كلمة فويا 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 منتبهين وين صار اللفظ بعد الاف فويا تمام اللي بعده حرف الاي اي مع اي اي بيعطيني الصوت اي الف الى مده وكاني حطيت بعدها اي مثال كتير كتير مرة عليكم غايس غايس يمكن لوحدكم ذكرتوا غايس طبنوني كيف وضعكم لحد هلاء اكيد تمام اه كيف منقول كلمة ايضا منتقولي اياها جوت كلمة نار وكلمة اروز برابو هلاء راح ننتقل للحرف التالي يلي هو اي وبعدها اي انتبهوا اي ومن ثم الاه اختلف عندي الترتيب ونحنا بنعرف انه هو ترتيب معين بيعطيني صوت معين طالما اختلف الترتيب معناها اختلف الصوت هدا الشي حطوه ببالكن اي بعدها اي شو منلفزهن منلفزهن اي اي كأنه حرف الاي هو يلي غلب على الصوت وحرفة يلي بعده اعطاه بس شوية تمده صارت الكلمة عندي شبيلن شبيلن انتبهين شبيلن كلمة ليت ليت اغنية ليت وهلاء حنعمل تمرين صغير بدي هاكن تقرؤوا الكلمات بصوتكم صوت واضح وعالي شوي وبعدها تسمعوا اللفظ الصحيح لهي الكلمات يلا نبلش اول كلمة عندي من اليسار هاوس جوت تاني كلمة طايا ماين ليبم في عندي تركيب اس وبعده بي وتركيب اس وبعده تي في هون نفس الفكرة شو هي يلي هي الاس بعده بي الاس بتصير شين بالعربي والبي بتبقى على حاله شو بيصير عندي اللفظ شب وايضا تركيب اس و تي بياخد نفس الفكرة يعني حرف التاب يبقى على حاله وحرف الاس بنلفظه شين بيصير التركيب شت تمام اس و بي شب اس و تي شت الفكرة نفسه ولكن يلي اختلف الحرف يلي بعد الاس وهلا التركيب اس و بي دفعنا انه منلفزه بالعربية شين وبا شب شب اختلف الحرف يبقى على حاله ومعناها المرح اما الكلمة الثانية شبغشن شبغشن يتكلم او يتحدث التركيب الثاني اس و تي متل ما اتفقنا كمان منلفز الاس شين رح نجرب نقرأ اول كلمة عندي يلي هي شتول شتول كرسي شتول والكلمة الثانية هي شتاين شتاين هون في عندي تركيبين انتبهتوا الاس و التي وال اي وبعدوا ال اي بدي منلفزهم اي شتاين معناها الحجر وملاحظة جدا مهمة بكل التراكيب حطينا الشرط انه يجي هاد التركيب بنفس المقطع شو نقصد جملة بنفس المقطع بلغو الالمانية يا حلوين في عنا كلمات فيها اكتر من مقطع شو هو المقطع احيانا نقصد بالمقطع حرفين لوحدون هيك بيسموه المقطع ثلاث حروف احيانا في عندي كلمة مركبة من كلمتين مثلا كل كلمة لوحدة الى معنى بنجمعهم بكلمة وحدة بيختلف معناهم بيصير شي جديد السؤال القوي هون هل انتوا مطلوب منكم تميزوا هلا المقاطع وتحفظوا وكذا وهيك ابدا المطلوب منكم هلا ما تستغربوا لما تشوفوا التركيب وما نلفزوا مثل ما انت مثال كلمة هاوس هالت مقلة هاوشالت فاكيد اذا مرت عليكم رح تستغربوا وتقولوا طبقا احنا درسنا انه الاس والها بنلفزون شي تماما هون بدي ياكن تتذكروا انه باللغة الالمانية في عندي شي اسمه مقاطع وانه من احد شروط لفظ هذا التركيب بهذا الشكل انه يقوم ضمن مقطع واحد بنرجع للتركيب يلي هو اس وها بنلفز هون شين اس وها شين وانتبهنا انه حرف الها هون ما بقي لهم وجود تمام شين اس وها مع بعضون شين حرف ها ما بقي عندي مثل كلمة يتسوق شوبن شوبن تمام شوبن خلص كأن هون عندي صاروا حرف واحد شوبن يتسوق هذا التركيب موجود حتى باللغة الانجليزية للناس اللي عنده معرفة باللغة الانجليزية واغلب الكلمات اللي موجودة هون رحت تنتبهوا انه جاي من الانجليزي اما التركيب اس تسيها نفس التركيب يلي بالأعلى ولكن ضفنا حرفة س بالنص اس س ها شو منلفزها ثلاث حروف مع بعض هون شين ما اختلف عن التركيب يلي فوق أبدا لفزنا شين تماما بالعربية مثال كلمة المدرسة شولي شولي منتبهين ثلاث حروف بصوت واحد فقط يلي هو شين شولي وايضا فعل يكتب شغيب شغيب ايضا نذكر عندي هذا التركيب اللي هو اي و اي انتبهتوا بنلفز هون اي شغيب تمام شغيب انتبهتوا ثلاث حروف حطتلكون تحت هيك خط زهري لفزناها شين وهلأ بقي عندي اخر تركيب لا ما قبل الاخير يلي هو اس وبعده ك هذا التركيب ايضا بنلفزه شين فقط في حالات معينة مثال كلمة شي وفي عندي حالات بنلفز الحرفين بشكل نظامي تمام فتقريبا هاي الكلمة الوحيدة يلي مرقت علي بنلفز هون شين يلي هي شي تزلج شي في عندي حالات ثانية مثل كلمة سكوربيون نفز نهون نظامي تمام بس انتبهوا على هاي الكلمة بالذات بنلفز هون شي اما التركيب يلي تحته تي اي او ان بنلفز هون سيون سيون مثل كلمة معلومة انفور ماسيون وايضا كلمة درس لكسيون لكسيون طب هنا مني كأني بدلت هون حرف تا بحرف اس لكسيون معناها الدرس اذا كلمة انفورمسيون انفورمسيون معلومة وكلمة لكسيون درس اكيد اكيد عم تذكر وترددوا معي ما هيك او لازم تذكركن يلا رددوا معي انفورمسيون انفورمسيون لكسيون زي عقود التركيب ما قبل الاخير نحنا اخدنا من شوي تركيب فيه اس و تسي و ها لفظنا هون شي صح طب انتبهوا هلأ على هذا التركيب عندي تسي و ها فقط تسي و ها هذا التركيب فيه طلاب يعتبروا صعب طلاب يعتبروا سهل بدي اعطيكم الطلاب يعتبروا سهل فيه الوحالتين اول حالة من الفظ وخاء في حالات كتير قليلة وكتير سهلة انتنحفز معكم وتشوفوها اس جاء قبل احد هاي الحروف يلي هنا بين قوسين ال ا ا او او هم في عندي تركيب وحرف او اذا شو منلفزه لما منشوف قبله هاي الحروف منلفزه خ بالعربي حرف الخ مثال كلمة اوخ معناها ايضا اوخ وايضا كلمة لخ لخ حفرة او ثقب لخ وايضا كلمة كتاب يلي هي بوخ بوخ متذكرين اخدناها باول درس بوخ اكد استغربته لما سمعته لفظه اول مرة وهلأ صار كتير سهل عليك وانا ما حتح السواء انه غريبة ابتان اما تاني حالي لهذا التركيب منلفزه فيها شين خفيفة منقصد فيها شين شين مو نفسه حرف الشين تماما يلي بالعربي لأ منخليه خفيفة شوي بحيس يصير هي ش ش ش تمام مثل كلمة ايش ايش ومعناها انا وايضا كلمة سجادة تابيش تابيش اسمعوها مرة اخيرة ورددوها تابيش واخر تركيب عندي اليوم مكون خلصنا الدرس اللي متأكدا نكون استمتعته فيه كتير يلي هو تسيها اس اخدنا نحن اس تسيها لما تكون الاس قبل هذا التركيب يلي هون شايفينه فوه بالاخضر كانت عندي الاس قبله لفظته انشين وكان هذا التركيب لوحده فيه له حالتين كتير حلوين اما اخر حالة لقلو لما الاس تجي بعده شو بيصير لفظه هون مثل حرف الاس بالانجليزي وبالالمان ايكس تمام بيصير هذا التركيب كله ايكس مثال كلمة زكس زكس يلي هو الرقم ستة زكس وايضا فعل يصرف او يحول نقود يلي هو فيكسلن فيكسلن يصرف او يحول فيكسلن وهيك بيكون انتهى درسنا لليوم ان شاء الله تكون استفدتوا يا رب بالنسبة للاختبار رح يكون شامل للحروف المفردة والمركبة يعني اختبار شامل لكل الدروس يلي اخدناها هذا الاختبار رح يكون النقطة الفاصلة لانتقالكم لباقي الدروس التانية اذا كان ما كتير عرفتوا تجاوبوا على الاسئلة وعرفتوا وتقرأوا الكلمات والاحرف وكذا فبنصحكم ترجعوا تشوفوا هاي الدروس حتى لو حطيتوها على سرعة اكتر شوي وتذكروا وتدعموني وتحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل درس جديد تشوز اشتركوا في القناة